لك يا رب هيك تشلع لي قلبي وتكبه وصلت به المرحلة انه صار يطلب مصاري في الوز الاحراق يدفع بسام كوسة لدخول عالم التواصل الاجتماعي صار لازم انشئ حساب درقاً لكل سوء التفاهم والالتباس اللي ممكن يحصل عبر وسائل التواصل ان شاء لكم جهة توفاء بهذا الخيار هاي هي الصفحة الوحيدة على الفيسبوك ويسمي واللي دفعني انه انشئ هذه الصفحة والحساب هو وجود عدد كبير من الصفحات المنتحلة والمزيفة بالفيديو ده فاجئ بسام كوسة الكل لما اعلن عن انشاء حسابه الخاص على فيسبوك فهو معروف عنه انه بعيد كلياً عن الاجواة دي والصفحة دي هي الاولى والرسمية لي على السوشيل ميديا مع قناته الوحيدة على يوتيوب انا بعترف انه نحن بعصر الميديا اللي صارت هي السلاح الامضى والاقوى فانا كنت دائماً عمحاول انه ابعد نفسي قدر ما استطيع يعني اذا لم يلزمني هذا الموضوع فلا استخدمه وصلت الى مرحلة انه فعلاً متأخر جداً انه موضوع حساب على الفيسبوك لانه انا عندي فقط هو قناة على اليوتيوب احب اكد انه هي القناة هي المنبر الوحيد الخاص فيني على مواقع التواصل الاجتماعي وبين ان القرار ده مجاش من فرق فاحسابات كتير منتجرة على السوشيل ميديا بتحمل اسمه تطرح افكار بتنسب اليه فيه هناك اناس انشأوا صفحات باسمي واستثمروها بطريقتهم اما فكرياً او ثقافياً او مادياً حتى قد يكون رأي اللي عم بيطرحوه افضل من رأيه ولكن هو ليس رأيه هذا الفرق بيضع الشخص بمحل يعني حرج جداً احياناً لانه انا لا افكر بهذه الطريقة مثلاً او لا اعبر بهذه الطريقة فعلى هذا الاساس قررت انه لا صار ولو الوضع متأخر صار لازم انشئ حساب درقاً لكل سوء التفاهم والالتباس اللي ممكن يحصل عبر وسائل التواصل ومش بس كده ففي بعض الحسابات عرضته المواقف المحرجة قدام جمهوره وزملائه الفنانين المشكلة انه في كتير مواقع يعني الناس عم تستجدي مشاركين مثلاً مشان صفحاتهم هذا كارثي مؤخراً في احد الحسابات انه عم بيطلب حتى من زملاء الي في لبنان وفي سوريا ارقام فنانين واعلاميين وفنانات باسمي وصلت به المرحلة انه صار يطلب مصاري في الوز فهذا كان بالنسبة لي واحد من اهم الاسباب انه هو اساءة سمع يعني وعلى حال